لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن البعث بالشأن الإيراني يا سيد محمد المدحنجي سيد محمد مرحبا بك معنا بتصورك لماذا استعجلت طهران ومضت في خطوة إعدام الرياضي الإيراني بالرغم من كل هذا المناخ الدولي الذي سعى لحتفها للتراجع عن ذلك في البداية التحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام طبعا هذا السؤال هو في الصميم لماذا إيران وفي هذه الظروف التي تعاني من ضغوط هائلة دوليا وإقليميا تبادر على هكذا خطوة وتعدم حائز على مدالية الأولمبياد الرياضية العالمية وعدة مداليات أخرى دولية وتثير جدلا واسعا المشكلة تتعلق بالبيت الداخلي الإيراني وإيران تتخوف بشكل كبير من تصعيد احتجاجات داخلية على انهيار الاقتصاد الإيراني وخسارت المواطنين ما يغارب 140 مليار دولار بسبب انهيار البورصة الإيرانية التي افتعلتها حكومة حسن روحاني وتسببت بانهيار البورصة بشكل كبير حتى تجبر عجز الميزانية من خلال الأموال التي يخسرها المواطن وقدرت ب140 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين وتصاعدت لهجة الشعب ضد أداء الحكومة الاقتصادي بدأت تطالب بالخروج إلى الشارع والمظاهرات وكلما تصاعد الوضع داخل إيران تحاول إيران من خلال تعليق المشانق في الشوارع تخيف وترعب المواطنين وما كان أحدا يتصور أن النظام الإيراني سيبادر على تنفيذ حكم الإعدام على هكذا شخصية تعتبر رمز رياضي في إيران وخاصة أن المصارع الرومانية تعتبر الرياضة التي إيران تحصد منها ميداليات دولية كثيرة وهي لديها شعبية كبيرة بين المواطنين إيران تبادر على إعدام هكذا شخصية لها رمزية وإن افترضنا أن المحكمة كانت عادلة المحاكمة كانت عادلة وأدينا الشخص بالقتل فالتنفيذ هكذا إعدامات في هكذا حالات يطول ممكن حتى عشر سنوات والسلطة الغضايا لم تسمح بتنفيذ هكذا إعدامات لكنه التعجيل أو التسريع أو التسرع في تنفيذ هذا الإعدام له علاقة في البيت الداخل الإيراني والضغوط التي يشهدها الشارع هل هي مخاولة لبعث رسائل الردع سيد محمد مخاولة ردع أو الحلولة دون نزول تظاهرات جديدة احتجاجا على ما يجري في الداخل الإيراني على أكثر من مسار سياسي واغتصادي واجتماعي نعم لا شك في ذلك وإيران ليست مرتها الأولى تبادر على هكذا خطوات من خلال تنفيذ اعدامات جماعية أو فرادية في حق وجوه وشخصيات مهمة داخل إيران وهذه المرة إيران تراجعت يعني أقصد قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع بسبب ضغوط دولية على إيران تراجعت إيران من اعدام ثلاثة مواطنين أدينوا بسبب احتجاجات التي شهدتها البلاد قبل عامين لكن هذه المرة وبأمر مباشر من خامنئي وبضغوط مباشر كما جاء في وسائل الإعلام الإيرانية السلطة القضائية ما كانت تنوي تنفيذ هذا الاعدام بسبب الضغوط التي مارستها دول عدة منها أوروبية والولايات المتحدة والمنظمات الدولية لكنه هذه المرة المرشد الأعلى تدخل واعتبر ذلك بأن إذا تراجعت هذه المرة السلطة القضائية يعتبر ضعف للنظام تحسب للنظام ضعفا وأرغمهم بتنفيذ هذه العقوبة شكرا شكرا جزيلا على انضمامك لنا من لندن على الباحث بالشأن الإيراني السيد محمد المدحجي شكرا جزيلا على المدحجي شكرا جزيلا على المدحجي شكرا جزيلا على المدحجي